الرئيس الأسد لم يجد رداً على الضربات الأمريكية الفرنسية البريطانية إلا بالظهور في شريط مصور زعمت وسائل الإعلام الموالية أنه تسجيل لدخول الأسد إلى القصر الرئاسي بعد الضربة العسكرية أما إعلامه الحربي فاكتفى بإحصاء نقاط القصف وزعم أن الدفاعات الجوية تتصدت لعشرات الصواريخ روسيا التي اكتفت بمتابعة الضربات قالت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين إن التصرفات الأمريكية ستزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية في سوريا وأن تصعيد الحالي سيكون له تأثير تدميري على منظومة العلاقات الدولية في المنطقة داعياً إلى عقد جلسة طالئة لمجلس الأمن أما وزارة الدفاع فأشارت إلى ضرورة إرسال قاعدة صواريخ S-300 إلى سوريا متهمة التحالف الأمريكي بقيامه بضربته رداً على نجاح النظام السوري في هزيمة الإرهاب حسب زعمها إيران الداعم الآخر لنظام السوري دانت الضربات محذرة من تداعيات عالمية لها وقال مرشد الإيراني علي خامنئي إنه جريمة حسب وصفه أما الخارجية الإيرانية فاتهمت أمريكا بالهجوم دون أدلة على استعمال السلاح الكيماوي بينما علق قيادي في ميليشيا الحوثي اليمنية على قصف معتبراً إياه عملاً إجرامياً وإن أفضل الردود عليه هو قصف السعودية التي اعتبرها ممولة للضربة وإسرائيل التي اعتبرها المشاركة الفعل فيها وفق تهاماته